بسم الله الرحمن الرحيم من نوادر القرآن كلمة نفق بمعنى الطريق في الأرض وهي لم ترد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في قوله تعالى وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ إِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ والنفق هو الطريق في الأرض إما طريق ينفذ من جهة أخرى أو يستمر في الأرض وهو مأخوذ من الجذر اللغوي النون والفاء والقاف وهذا الجذر له عدة معاني منها الطريق في الأرض ومنها النفقة وهو إعطاء المال وبذله ومنها النفاق وهو إطهار الإسلام وإطهار الكفر إلى غير ذلك وقد تكررت في القرآن الكريم هذه المعاني عدة مرات لكن معنى الطريق في الأرض لم يرد إلا مرة واحدة في سورة الأنعام فيقول الله سبحانه وتعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم يا محمد إن شق عليك وعظم أنهم أعرضوا عنك ولم يتبعوا دينك الذي أنزل عليك وتقطعت حسرة عليهم فإنك لن تهديهم فلو فعلت ما يريدون فلن يهتدوا فلو ابتغيت نفقاً في الأرض أو فلو طلبت نفقاً في الأرض لتدخل إلى أعماقها فتأتيهم بالعجائب وما يريدون مثل تفجير الأنهار كما طلبوا أو تصعد إلى السماء فتأتيهم بآية طلبوها فإنهم لن يؤمنوا بك ولو فعلت لهم ذلك فلا تتعلق بهم وقد ذكرت أو وقد ذكر هذا المعنى في سورة الإسراء عند قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجر هذا المطلب في هذه الآية يشابه قوله تعالى فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أي نفقاً تخرج من كنوزها أو من مياهها ثم قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء في حكاية أقوال المشركين أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائف لقبيلة أو يكون لك بيت من دخرف أو ترقى في السماء يعني يطلب منه الصعودة في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرأ قل سبحانه ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً فجاء في سورة الأنعام أو سلماً في السماء بمعنى هذه المطالب التي طلبوها ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد في السماء أمامهم ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد في السماء أمامهم وأتاهم بكتاب فلن يؤمنوا كما جاء في سورة الأنعام ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين إذن هم متعنتون كما جاء في قوله تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فلا تبخع نفسك على آثارهم يا محمد فأن النبي عليه الصلاة والسلام من عظيم رحمته وكمال شفقته كان يتألم ويحزن حزناً عظيماً تكاد نفسه تهلك وتموت لأن قومه أعرضوا عنه لما يعرضون وقد أتيتهم بالآيات والبراهين أتيتهم بعز الدنيا أتيتهم بعز الدنيا وعز الآخرة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يألم ألماً شديدة ولربما تمنى أن الله سبحانه وتعالى يمكنهم من إعطائه الآيات التي يقترحونها كانوا يقترحون عليه آيات نريد كذا إن كنت نبياً ففعل كذا أو صنع كذا الله سبحانه وتعالى بيّن له أنه لو فعل لهم ذلك فإنهم لن يؤمنوا وقال الله سبحانه وتعالى عن نبيه مسلياً له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً وفي الآية الأخرى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إذن فالله سبحانه وتعالى يخفف عن نبيه الكريم ما أصابه من ألم ومشقة في إعراضهم وعدم قيادهم للحق وأنه لو فعل لهم مقترحوا وزيادة فإنهم لن ينقادوا إليه فلا يحزن ولا يهلك نفسه فلا يحزن ولا يهلك نفسه بالألم عليهم فإن الله لو شاء لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين بهذا الأمر يا محمد أو لا تكونن من الغاضبين فلا تكونن من الجاهلين بحكمة ربك ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية إنما يستجيب الذين يسمعون أي الذين يسمعون سماع إجابة واستجابة هم الذين يستفيدون من كلامك يا محمد أما هؤلاء الكفار فهم موت القلوب إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون أما هؤلاء الذين أعرضوا عنك مع كل هذه الآيات البينات فهؤلاء موت القلوب تموت أبدانهم ثم يبعثهم الله يوم القيامة فيرون الحق المبين إذن هذه الكلمة كلمة النفق بمعنى الطريق في الأرض لم تلت في القراءة الكريمة إلا مرة واحدة في سورة الأنعام وجاءت في سياق تأييس الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم من أن يؤمن بعض الصناديد الكفر المعرضين المعاندين وأن النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله سبحانه وتعالى لو أعطاهم الآيات التي اختراحوها فإنهم لن يزدادوا إلا كفرا وعنادا وسوف يقولون هذا سحر مبين وفي هذه فائدة للمؤمن والداعي أن من الناس من لا تنفع معه الآيات والبينات والدلائل الكبيرة الواضحة فإنها لا تنفع معه فإنه معاند فإنه يقترح ويقترح المعجزات وهذا الصنف من الناس لا تنفع معه الدلالات ولا يتنازل له وفي ذلك فائدة للمسلم والداعية إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعلم أن صنفا من الناس لا تنفع معه الآيات والبراهين والدلائل الواضحة فإنه معاند على كفره مقيم على معصيته ما تنفع معه الآيات مهما طلبتها ومهما جملت الحق في عينه فإنه لن يتبعه عنادا وكبرا وإلفا لما نشأ عليه فلا يهلك نفسه بهداية فإن الله سبحانه وتعالى ختم على قلبه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فإن في هذا عزاء وتسليه لا تحزن ولا تغلق لا تحزن ولا تألم فلو شاء الله لجمعهم على الهدى إنما يستجيب وينتفع بالقرآن من كان حي القلب إنما يستجيب الذين يسمعون وأما من كان ميت القلب فإنه لا ينتفع ولا يستجيب ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ما أعظم هذه الآية وهذه الدلالة فإننا في هذا الزمن وفي كل زمن تجد الكفار والمنافقين يتعنتون في مطالبهم ويقولون نريد كذا ولو كان الإسلام حقا لكذا وكذا فيطلبون أشياء تعجيزية وهي لا تعجز الله سبحانه وتعالى ولكن حكمته جرت وقضت بهذا الأمر ولو أن الله أعطاهم ما يريدون لما آمنوا أو كان إيمانهم إيمان الطرار لا فائدة فيه ليس إيمان غير هذا ما أحببت ذكره وبيانه في هذه الآية الكريمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينتفعه بالقرآن الكريمة وبدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجعلنا من المستجيبين السامعين للهدى وأن يحيي قلوبنا بالإيمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة